أهلا وسهلا بكم في جزء الثاني في حوار مع الطبيب اللغة الإنجليسية عاشر عبارات إنجليزية جديدة ركز معي جيدا الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات الغض على عجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية مباشرة حين نشرها أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف العبارة الأولى أشرح أحيانا بألم في البطن حاول الآن كتابة هذه العبارة وجميع العبارات في كل رأسك وكررها بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد كررها خمس مرات لكل عبارة I sometimes have stomach pain stomach معده بين ألم remove your top remove your top remove your top اكشف عن النصف العلوي من جسمك lie down lie down on the examining table lie down on the examining table من فضلك تمتد على السرير lie down on the examining table your blood pressure is okay your blood pressure is okay ضغط الدم خاصتك تمام okay مناصف جيد your blood pressure is okay your blood pressure is okay مثال خامس I will I will give you I will give you an injection I will give you an injection I will give you an injection I will give you some pills I will give you some pills I will give you some pills do you have any pain do you have any pain هل تشعر بالألم هل لديك ألم هل عندك ألم do you have any pain do you have any pain do you have any pain I am giving I am giving a prescription a prescription for the pharmacy I am giving a prescription for the pharmacy سوف أعطيك وصفة طبية للصيدلية what's your emergency what's your emergency ما هي حالتك الطارئة what is your emergency what's your emergency أما الجملة الأخيرة my daughter has my daughter has ابنتي لديها عندها a very high fever my daughter has a very high fever and she hasn't eaten in three days my daughter has a very high fever and she hasn't eaten in three days تراج حرارة ابنتي عالية جدا ولم تأكل منذ ثلاثة أيام حاولوا تكرار هذه العبارات لكل عبارة خمس مرات بصوت مرتفع باللغة الإنجليزية وباللغة الصحيح واكتبوا جميع العبارات واحفظوها بشكل جيد الآن انتهينا من هذا الدرس انتظرونا في الدرس القادم وجزء الثالث مع هذا الدرس المميز حوار مع طبيب اللغة الإنجليزية شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الضغط على اعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لأنها مهمة جدا حتى تصل لكم جميع الدروس المجانية وشاركوا هذا الدرس مع اصدقائكم حتى تعمل فائدة لأكبر عدد من الناس شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة